أهلا بحضراتكم أمسية جديدة من أمسيات برنامجكم فن المحاكاة كما تعودنا في كل أمسية بنتجول في النصوص الأدبية سواء كانت قصة قصيرة أو رواية أو نص مصرحي أو نص مصرحي شعري نحاول أن نتعرف على مناطق الخيال ومناطق الواقع وآليات الإبداع عند المبدع الحقيقة النهاردة في فقرتنا الأولى سنقدم مجموعة قصصية لها خصوصية الإبحار في عالم ما يسمى بالخيال العلمي والخيال العلمي في أحد تعريفاته هو استباق العلم أدبياً أو الكتابة عن شيء لم يحدث وكأنه استشراف للمستقبل وتصور أنه سوف يحدث فسنكتشف أنه منذ قديم الزمن هناك أدباء كتبوا عن الوصول للقمر قبل أن يصل الإنسان بالفعل ويهبط على سطح القمر فلك نوح مجموعة قصصية للكاتب والروائي والقاص الدكتور عمر مونير وهو طبيب أيضاً الحقيقة هذه المجموعة فيها استشراف للمستقبل فيها مزج ما بين الخيال العلمي وأيضاً التراث لأنه من حتى من العنوان فلك نوح سفينة نوح التي كانت بمثابة طوق نجاة إلهي غادر بها النبي نوح ومعه اثنين من كل المخلوقات للنجاة من الطفان طفان نوح هذا الطفان الذي أودى بالبشرية كلها ما عدا هؤلاء فبدأوا الحياة من جديد وكثير من قصص المجموعة تدور في هذا الفلك أو في هذا الفلك هذا العمل أيضاً فيه تكرار في فكرة أو إلحاح على فكرة نهاية العالم الكارثية بسبب الضمار بسبب التسلح النووي بسبب فساد الإنسان والجري وراء الأطماع الرأسمالية في الكثير من المعاني في هذه المجموعة القصصية التي تستشرف المستقبل ربما بعد بضعة آلاف من السنين كيف ستكون حال الإنسانية إذا استمرت على هذا المنوال من الأنانية من الاحتكار من الاعتماد على العلم فقط من محاولة القوي أن يطمس حق الضعيف الحروب الأوبئة كل هذه الأمور لخصها دكتور عمر مونير في مجموعته القصصية فلك نوح طبعاً كما عودناكم سوف نقرأ قصة من القصص وسيشاركني ضيفي الكريم دكتور عمر في قراءة قصة من القصص الموجودة في المجموعة هذه هي الفقرة الأولى عندما نخرج لفاصل ويأتي الضيف سنقرأ معاً هذه القصة قصة زيارة ثم بعدها واصل حواري معه حول تفاصيل إبداع هذه المجموعة القصصية وحول مفهوم أدب الخيال العلمي أيضاً في الفقرة الثانية يسعدني أن أكون معكم فيها أيضاً رواية بين العصارة والقصر للكاتب الروائي خالد بدوي والضيف هو الكاتب الروائي خالد بدوي وسنناقشه في هذه الرواية وفي باقي أعماله أيضاً إذن هذا هو ملخص أمسياتنا اليوم من فن المحكاة نتمنى أن تعجبكم بعد فاصل سوف أستقبل ضيفي دكتور عمر مونير ونبدأ في قراءة مقطع من زيارة قصة قصيرة من فلكنوح بعد هذا الفاصل